يحتفل الروس الاثنين بالذكرى الستين لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء قام بها رائد الفضاء يوري جاجرين الذي لا يزال يعتبر بطلا قوميا وأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب في البلاد ما زالت رحلة جاجرين مصدر فخر وطني لروسيا ورمزا لهيمنة الاتحاد السوفيتي على الفضاء خلال تلك الحقبة وقبل أربع سنوات من رحلة جاجرين إلى الفضاء كان الاتحاد السوفيتي أول دولة ترسل إلى المدار قمرا إصطناعيا أطلق عليه سبوتنيك وفي الثاني عشر من نيسان أبريل عام 1961 أقلعت مركبة الفضاء بوستوك من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي فيما صاح جاجرين عبارته الشهيرة لننطلق استغرقت الرحلة 108 دقائق فقط وهو الوقت الذي احتاج إليه إكمال دورة واحدة حول الأرض قبل العودة إلى الوطن وما زالت أسطورة الرجل الذي كانت بدايته متواضعة وأصبح بطلا سوفيتي حيا ويتم الاحتفال في روسيا بيوم رحلة جاجرين سنويا باعتباره يوم رواد الفضاء لكن الذكرى تأتي أيضا في وقت صعب بالنسبة إلى صناعة الفضاء الروسية التي عانت عددا من الانتكاسات أخيرا من فضائح فساد إلى عمليات إطلاق مجهضة ورغم أن صواريخ سويوزا الروسية القديمة ما زالت موثوقة وتسمح لموسكو بتأدية دور حيوي في قطاع الفضاء فإن البلاد تكافح من أجل الابتكار ومواكبة اللاعبين الرئيسيين الآخرين